السلام عليكم اعزائي المشاهدين في قناة طبسة مينوت كيف تشوفوا الرجل مستطحة والرجل العادية كيف تكون. غد نتكلموا على الافرشة الرياضية والافرشة الطبية المناسبة بالنسبة للرجل مستطحة. كذلك غد نتند على الاحدي الجديدة للرياضيين. وكذلك الشباب هدواء من خاصية الافرشة تكون بهذا الشكل. ضروري تكون محفرة شوية من جهة القدم وعمرة من بطن القدم. وتكون تقبع من نفسها بس الرجل ما تبقى في هذه الريحة الخيبة. كذلك را ممكن تسبنوها وتنصروها عادي بحل حوالي. السمك ديالة على خمسة ميلي متر. هاد وممكن تقطعوه على حسب طول ديال لقدم ديالكم. كان هاد النوع ذاته هو زوين ولكن خفيف. هو مزين بالنسبة اللي عنده مصمار الكيف. كيف تتعرفوا القدم خص يكون عالي من الجناب. الجناب جاء القدم. بس دك. 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 المصمار الكيف ما يجيكم. هاد النوع هاده. من زين. هاده هي افريشة وصافي. هادية. خفيفة بزاف. متطوعة. بحل الشكل ما ما تاخدوه ما زال. ما صرح لكم. خص يكون قاسح. بنسبة لحذاء الرياضي هاده كيف تشوفوا سبرجيلها مزانة للتراج الصغار. وغزالة وغزالة. سميلة جيلها مزانة وعراهم تقبعها. وقاسحها سجاجة العلون اللي فيها. وغزالة تعرفو بي بلا في هالنوع. بها برومية دوزيام تخوازيام كاتخيام. هربعات المستوي ديال بي بلا. هاد النوع زوين اخش يكون شوية قاسح من من جناب. علاش? باش يشد الكعبين السوفية. لا السوفيش يتكون مسدودة مزيان. هوا ما السور اللي فيها باش الرجل اللي كانت عمره تتكون منفسها. وغراكم عارفة السوميلة تتطلع الرجل الفق. ورجل يكون انسان اللور ديال سبرجيلها سيكون قاسح. هادي يجي من اساسيات حذاء الرياضي للدراج الصغار. سبرجيلها هكا خساتكون. قاسحها من جناب ومن اللوع. باش يشد الرجل مزيان. راكم عارفين ايلا كنت يلبس الولد متانها سبعة وثلاثين غادي يولي يلبس ثمانية وثلاثين. بسبب السوميلة. هالسقل تاني رائع زدا وجديد. هو مش غير رائع. مزيان الناس اللي عندهم في بلا. وبالاخر السقل جال وجميل. فيها المواصفات اللي تنبغوها. اللي هو أنه يكون قاسح وعالي. وجناب جالو في ذو كلاستيك فالكرو. ليشد الرجل من الفوق في السور. فهو مخير بزاف. عندكم سبرجيلها. العيالات. بالنسبة للنساء هدا هو الجديد. مزيان اللي هم مريح يجي حتى اللي بس تقضي دي جلابه. آآ سروال اي حاجة. آآ بنسبة اللي كانت الرجل عامره ومريح يعني ديال اي بلا صفات تنمشي لها. وتدخل في هالسوميلة بكل سهولة. ولا بطا ديالها. هوا دا كسورتي ازدادوا. بس ما كانت الرجل مقبوطة بهاد البنطة بهاد الشكل. هاد هاد الوضعية باش محطوطة مزيانة تشد. آآ تتحاول بخائية ما فيها شجنة بقاسحين. الا ان هادا كلاستيك اللي فيها تي يشد. آآ هادا رجل مزيان. وهو ما مش مزيان بالنسبة للبي بلا تروازين وكاتخيم دوغره. هو مزيانة يالبروميو الدوزين. بالنسبة للرجال هاهي جي السوميلة. كيف تشوفوها. هاك فتتكون. ولكن خصت تكون قصحة. في لست السوميلة هاكا راهم ذينا. تكون في هاد العلو كافهم من احسن يكون فيه. العلو على حسب بكل واحد ورله. كلي تندور لي هنس سنتيم كلي سنتيم ولكن خصت تكون ارتبابها لهاكا. وبالنسبة الحداء اراه. ما كان محسن من هاد شكل هادو ما. احسن احسن الاحذية الرياضية لكل فئة العمرية للرجال والنساء. وحتى الدراسة. ولكن. على كيف تتعرفوه السوميلة. خصت تكون مريح. والتاني ضروري يكون العلو. كان واحد طريقة خطيرة تفكر فيها واحد سيد. افنو دار شدقها السوميلات اللي عندو. ودار فيها السيليكون. وخلاح تابر مهم هو عارف في حال عندو فش حال خطوة ديال لولو. بتابعة لحال غادي شوف طبيب العظام واللول. ومن بعد. تتمشي عند اختصاص ديال تقويم. تقويم الاحديارة غادي يصاب لك سوميل وفراش ديال الصباط على حسب حال عندك. حتى بعد مرة تكون الرجل اللي منياء. ما في بحال الرجل اللي صريع. ودبا من داع عمرها. دارها بقاع السباب ديال. يعني اي حدا قبل ما تشري. خاص تدخل في ها السوميلة عاد تلبسوا. باش شوف. وش هدلك الرجلك مزيان ووش هاد مناسب لرجلك. ما خصوش الصباعك يكونوا مزيران. وخاص العلو يكون مضبط. يعني دك طلعا. اددارها في كل شدار هاوغا عفص ناضل ديال. دا باعد نوركم كيفاش تدكون الرجل طبيعية. وكيفاش تصابوا هاد الافريشة. يعني خذكم تعرفوا ان هاد الطريقة اللي اختار السيدي بش سيلكون. انا قاسح يعني اقدر ايدبروش بفراج ليه. اما السوميلة او الافريشة الطبيعية فهي لها قوانينها وعبار ديالها وتياخدوا كل واحد ورجلها. رابعة مرات تكون الرجل الليمينية. ما متابقة مع الرجل سريع. من ناحية العلو ديال باطن القدم. فنخليكم مع طريقة كيفاش تنصنعوا وكين اشكال ديال العبار اللي تناخدوا في كل سوميلة. يعني كان العبار اللي بلقوا بش كان بزاف. ده ما غاد شوفو طريقة من اللول. هاد بلاتر تنسمو بلاتر قبس ديال شبيرة. هو ديال بحل قبس ولكن ضغية ينشف. اقل من عشر دقاق سفي. كمتا شوفو راخده. العبار بوحل سرعة وضغية ينشف. وتيولي عندو قالب ديال الرجلين. كينا تشكل بحل شكل تقسيرها وهي بنفس الوقت قبس. تتلبس. تخلاص داب القرارسات. تتخليها تتنشف. علي حضر لها بلاستيك هاد المرة حيث من زينت بالنسبة للبشرة. دير بحل قولة. كينا هاد شكل هادا دير بحل البصامات. بحل تيدخل بطا مضل بحل شعزينة. وتياخد لاتراز زيل الرجل كاملة. باش يصحح ديال. داك المشكل. هادو ما تلاتة شكل اللي متداون ومعروفين. كينا سكانير. بحال فاش تانسكانو شي ورقة. وتيخدم بطبيعة الحال بالكمبيوتر. كأن الرجل عندو. كينا تاني طريقة اخرى. تسكانو لي زون بخام. يعني اندك في اللي عبر لك. تسكانها. باش يحاول يجيب العبار بالدقة للرجل. وهي البداية بس تسنعوها. دا بدا يرى بحل شي قومة. وتيتراثو القدم. نص ديال الرجل. ان القدم خصو. خصو كون موريح تكون فيها بحل شي ازلافة. مقعارة. كيف تشوفو غنص. هادا كوالا بازل السومال. كلهم بحال بحال. هادا كوالا برلو والتي تديروه. عاد. تدخلوه في مراحل اخرى. مهم الاساس هو هادا كي تشوفوه. تنزروا من جناب هادا باش يحيد لي داك تفرزي دلي فيه. وهادا كي تكون قاسح هنا وخي وقف عليه شي واحد تقين ما تيهبط. تكونش هاد العبار جالي مع مرو تينزل. لكم الطرقة كي يشتو كيفاش تيجي محفر من الوسط. وبعد مرة تكون عامر تتحسو بحال شبونجة في الوسط. وورتي اصلا مادة قاسحة. عادة اغطوه بالتوب الاولي. كل واحد والعبار ديالو كي تشوفو. وتدير واحد مشيتو بهذا. هادا كي واحد بحال واحد جل اللي هو ارتب بزاف. تعطيكم فوم الالوان واشكال. عندما تشوفو العبار زرع باين. ودرد كميلة ديال السوميلة. ديما اللي خارجة السبعة تيكون شو ارتب. والجهة اللي قدم تيكون قاسح. وهي السوميلة وجداد. وكيف تشوفو هوا. الشكل كامل ديال الافرشة الطبية. وتندخله في السبردي لا تراكم عارفهم هو الحل الوحيد بالنسبة لنا اللي عندهم في بلا. رجل المستطحاتي لقلاغر لاحدياء الرياضية. بس تتكون اعلاس. وشكرا على المساهدة. والى اللقاء. وما تنسوش لايك واشتراك لذا اعجبوا من الفيديو. وتنتمنى وتسجعونا بالطبقة جيدة. اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة